السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا سنة ثانية النهور ده بإذن الله احنا حنكمل مراكعتنا للواحدة الأولى الزغرافية بالدرس الثاني واللي هو بعنوان المحصيل الزراعية يلا نفتكر أهم النقاط اللي موجودة في الدرس ده طبيعي جدا طبعا أول حاجة يازم نفتكر أن المحصيل الزراعية في الوطن العربي مقسمة إلى ثلاث أنواع يأما حتكون حبوب غذائية أو المحصيل الصناعية والتجارية أو الأشجار المصمرة والفاكهة بالنسبة لحبوب الغذائية سنة ثانية فهي بتضم القمح والشعير والأرز والزرر الرفيعة والزرر الشامية أما المحصيل الصناعية والتجارية فهي قصب السكر بنجر السكر القطن البن بالنسبة لأشجار المصمرة والفاكهة فهي التمر اللي هو النخيل والعنب اللي هو الكروم والموالح والزيتون أهم النقاط اللي ممكن احنا نفتكرها مع بعض ان مصر بتعد من اكبر الدول العربية انتاجا للحبوب الغذائية وبالنسبة للوطن العربي فهو بيضم 90% من اصجار النخيل في العالم كله وكمان الوطن العربي بيسهم بنحو 10% من انتاج الموالح على مستوى العالم طيب وحنا حنفتكر مع بعض ايه كمان في الدرس ده طبعا فيه تعريفين مهمين او مصطلحين هو الحبوب الغذائية الحبوب الغذائية والمحاصيل الصناعية والتجارية نسبة للحبوب الغذائية فهي محاصيل بيعتمد عليها الانسان في غذائه اما المحاصيل الصناعية والتجارية فهي من اسمها هي محاصيل بتدخل في الصناعة والتجارة بالنسبة كمان في درسنا احنا حنقارن بين المحاصيل وطبعا المحاصيل المقرر عليك بس لان فيه محاصيل تانية احنا بس حناخدها قراءة ولكن احنا طبعا هنراجع على المقرر علينا بس في المحاصيل زي القمح والأرز كده احنا هنقارن ما بينهم طبعا بالنسبة موسم الزراعة القمح بتزرع في الشتاء أما الأرز في الصيف أما بالنسبة للظروف الملأمة للقمح فهو بيحتاج حرارة معتدلة طور بخص بجيادة الصرف أما الأرز فبيحتاج حرارة مرتفعة وطور باطنية ثقيلة زائد ان هو بيحتاج مياه كتير يعني مياه ريء وفيرة بالنسبة لأهم الدول العربية اللي لازم نحفظها بالترتيب اللي منتجة للقمح طبعا أولى الدول هي مصر من بعدها المغرب ومن بعدها سوريا القمح مصر المغرب سوريا بالنسبة لأرز فهو دولتين بس الأولى مصر والتانية العراق بالنسبة التانية محصولين وهو القصب السكر والقطن دول من المحاصيل الصناعية والتجارية اللي مقررين عليك لو حنقرم بينهم سنة تانية طبعا احنا بالنسبة لموسم الزراعة فالتنين بيتزرعوا في الصيف طب بالنسبة للظروف الملأمة لزراعتهم بالنسبة للقصب السكر فهو بيحتاج جو مشمس معظم أيام السنة فهو حتى لو ممكن تلاحظ انه هو موجود أكتر هنا في الصعيد عندنا بالنسبة للظروف الملأمة التانية طبعا انه هو بيحتاج تربة خصبة ومياه ريء وفيرة بالنسبة لزراعة القطن فهو بيحتاج حرارة مرتفعة وكمان تربة خصبة جيدة الصرفة وبالنسبة لأيدي العاملة طبعا خصوصا في موسم الحصد فهو بيحتاج أيدي عاملة وفيرة ذات خبرة بالنسبة لأعمل الاقتصادية لقصب السكر فهو بينتج منه السكر أكيد وطبعا والورق والخشب أما القطن فبيدخل من أهم الأليافة الطبيعية اللي بنستخدمها في صناعة المنصوجات لو من أهم الدول طبعا العربية المنتجة لقصب السكر فهي أولى الدول هي مصر ومن بعدها السودان وطبعا لو حنذكر القمح هنا احنا مش حنرتب الدول يعني مش مثلا هنا كل الدول اللي بتنطق القمح هنا مصر والسودان وسوريا والمغرب اشتركوا في القناة